الانجاز الكبير بقى محلياً في الأخبار المحلياً هو حصول فريق الجودو على بطولة أفريقيا واللي مؤهلة لأولمبيات توكيو بكام مداليا بتسع مداليات متنوعة خمسة دهب في ضيتين برونزيتين أنا عايز أقول لكم أن الدكتور أشف صبحي كان سعيد جداً جداً ونزل صورة الأبطال التسع على صفحته وقال طبعاً وحتى المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد قال إن ده إنجاز تاريخي وإن ده هيبقى بداية كويسة جداً لنا في بطولة أولمبيات توكيو اللي جاء لأن عدد كبير من اللاعبين دول تأهل بشكل كبير لأولمبيات توكيو السنة الجاية إن شاء الله لها الأولمبيات 2020 واللي هتقام في 2021 بنفس الاسم يعني هتقام سنة 2021 ولكن هي باسمها توكيو 2020 ليه لأن البطولة اللي جاءت تتلاقي ب2024 فعشان كده حفظوا أقول لك الأولمبيات ده وليه حفظت على نفس الاسم عشان يبقى الدنيا ماشية طبيعية لأن تعرفين الأولمبيات بتقام كل أربع سنين الحقيقة وزارة الشباب والرياضة حتى الهدف الأكبر يمكن مصر وكان معنا المهندس شريف عريان أمين عام اللجنة الأولمبيات المصرية قال إن احنا أكبر عدد حصلنا عليه في أحد البطولات كان خمس مدليات أولمبيات الحقيقة عايزين نكسر الرقم ده والدكتور أشف صبحي من ساعة ما تولى المسئولية وحط قدامه واللجنة الأولمبيات المصرية طبعا بالقيادة المهندس الشام حطب حطين قدامهم هذا الهدف يعني الترجل ده عشان يكسروه احنا عايزين نكسر الخمس مدليات في البطولة الوحدة طب هتفيدنا في ترتيب العام للجدول احنا بدل ما نطلع مثلا يعني ترتبنا سي مثلا العشرين لا لما نكسر الخمسة والستة والسبع هنروح طب عندنا ناس عندنا آه في لعبتين مهمين جدا عندنا اولا رفع الأسقال فيه أمل كبير جدا نرجع شارك رفع الأسقال فيه أمل كبير جدا والقضية ماشية في يعني الكاس ماشية بشكل كويس او المحكمة الراديات الدولية فيه أمل كبير جدا انه يرجع يشارك تاني في الأولمبيات بعد ما تم تجميل الاتحاد زي ما انتوا عارفين بسبب قضية المنشطات وبعد ما طبعا تم اقالة رئيس الاتحاد الدولي بسبب شبهات فساد او امور زي كده بقى فرصتنا تاني نرجع للأولمبيات عندنا الجودو المصارعة رفع الأسقال